تغلب الابتسامة الدمعة في فلسطين المحتلة دفعات دفعات يعانق الأسرى الأطفال والأسيرات الحرية يعودون إلى بيوتهم في الضفة الغربية هؤلاء لم تسعفهم مؤسسات حقوقية أو ينصفهم يوم طفل أو يوم مرأة عالمي قيودهم فكها قطاع غزة القابع تحت الحصار والنار الإسرائيليين منذ نحو عقدين هكذا تترابط الساحات وتتكامل فعلا وفكرا نحكوا للمقابة الله يحميها وهكذا يرجعنا والله يحميهم للمقاومة قد يرحم شهدانا ويشفي جرحانا وعاشها في المقاومة وعاش كل من دعمها وتحيا كتابة عند ستين تتوالى الأعراس في فلسطين أعراس شهادة وأعراس حرية لطروق الاحتلال الإسرائيلي مظاهر الفرح هذه التي ترتبط بمفهوم الكفاح الفلسطيني منذ الأزل تعودت بيوتات فلسطين أن تقيم الأفراح على شرف الحرية لغربة إذن أن يفرض الجيش الإسرائيلي قيودا على الاحتفالات بفك قيد الأسرة كما فعل مع ابنة القدس إسراء جعبيس الأسيرة التي اكتوت بنار الأسرة على مدار سنوات تخرج أكثر عزما وثقة يزيح الأسرة المحررون ستار العتمة عما يجري من انتهاكات داخل معتقلات الاحتلال كثيرة هي الرسائل التي بعثوا بها من داخل الأسر لكن الرسالة الأبلغ كانت لحظة وطئ أرض بيتونيا وخرجوا إلى ضوء الحرية على مواقيت رسمتها المقاومة بإرادتها لبقرار حاكم عسكري إسرائيلي أو ضابط شبك